السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كون شباب وصبايا واليوم رح نحكي عن عظم لوح الكتف عند الخيل و رح نقارنه مع الابقار والكلاب و رح يكون الشرح لهذا الفيديو من خلال الصور بطريقة سهلة وسلسلة كتير ف يلا خلونا نبدأ عظم لوح الكتف متل ما نكون شايفين بالصورة امامكم هيك بيكون توضع رح نبدأ اول شي عند الخيل شكله مثلثي وله سطح وحشي و سطح انسي السطح الوحشي يحتوي على شوكة لوح الكتف بمنتصفها حدبة الشوكة تقسم الشوكة القسم الوحشي لقسمين بنسبة واحد على اثنين عند الخيل متل ما كون شايفين امامكم من الاعلى تشكل الحفرة فوق الشوكية ومن الاسفل الحفرة تحت الشوكية له حفة امامية وله حفة خلفية ننتقل هلق للسطح الانسي عبارة عن تجويف يدعى بالحفرة تحت اللوحية مع وجود اسطح مسنع وننتقل هلق للنهاية القاصية عبارة عن تجويف يدعى بالتجويف العنابي ويكون مشتور بثلمة عند الخيل وللاعلى توجد الحفرة فوق العنابية ومن الناحية الانسية يوجد بروز يدعى بالبروز الغرابي واخيرا المسافة بين الحفرة فوق العنابية والتجويف العنابي تكون واضحة عند الخيل وننتقل هلق العظم لوحة الكتف عند الابقار شوكة لوحة الكتف تقسم السطح الوحشي لقسمين بنسبة واحد على ثلاثة حدبة الشوكة غير واضحة وتنتهي الشوكة ببروز اسمه البروز الاخرومي والتجويف العنابي غير مشتور بثلمة واخيرا المسافة بين الحفرة فوق العنابية والتجويف العنابي تكون قصيرة وهلق ننتقل لعظم لوحة الكتف عند الكلاب شوكة لوحة الكتف تقسم السطح الوحشي بنسبة واحد على واحد وايضا تنتهي الشوكة ببروز يدعى بالبروز الاخرومي والبروز الاخرومي عند الكلاب يكون على مستوى التجويف العنابي وبس هذا كان مقطعنا بشكل كامل لا تنسوا الدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته